السلام الجيش اللبناني عم بيقوم حرفيا برمي النازحين السوريين بين الحدودان اللبنانية والسورية الخبر اللي عم يدولوه على وسائل التواصل الاجتماعي تبين انه حقيقة بمجموعة اتصالات مع الاجهزة الامنية المختلفة قوى الامن الداخل الامن العام الجيش نوصل لخلاصة او لمعلومات بتأكد انه الجيش اله فترة اله ايام عم بيقوم يعمل مداهمات بعدد من المناطق المناطق اللي حددت برج حمود حمانة علاي مين ما عم يلقط من السوريين اللي عم بيلاقي وراءه غير قانونية عم بيحملوهن بريوهات وبيهنفيات عم ياخدوهن على الحدود ويكبوهن بره الحدود من دون ولا اي شيء اللي عم بيسلمون للامن العام ولا عم بيسلمون لقوى الامن الداخل مفروض اني سلمون للامن العام اذا بدون يرحلوهن يعني الاصول فيه اصول بهيدا الطريقة اذا انت بدك ترحل الناس داخلوا على ارضك بس وش اللي عم يعملوا عم يجي يحملوهم من هون يكبوهم بين الحدودان وبهالحالة فيه احتمالان الاحتمال الاول انه يجي الطرف السوري يوقفهم في منهم بيوقفهم وبياخدهم والاحتمال التاني انه المهربين عم بفوتوا على الخط وتلقائيا يلا 100 دولار على الراس بيريعوا بيهربوهم بفوتوهم لجوه لانه الحدود فالتاني مش مفهوم لالجيش اللبناني بده يقرر ياخد هيدا الدور مين كلفه؟ هل دوره حفظ الامن بالداخل؟ هيدا دور قوى الامن الداخلي اثنان لابد يقول انه هو لابد تكون هيدا المداهمات اللي عم يعملها هل فيه ارار سياسي وهو مكلف يخبرنا مين اللي اعطال ارار السياسي لحتى هو يقوم بهيدا الخطوة ولي عم يعمل هيك؟ ما شغلته اصلا سألت الجيش طبيعة الحال فيه ناس اللي مكلفين انه انه يتواصلوا مع الاعلام بأغلب الاحوال انه ما عندن ولا اي معطا شو عم بصير الضباط المعنيين بهذا الملف بيقلك انه قلنا فترة بيحكي عن اسبوعين او ثلاثة اسابيع انه اي سوري مخالف عم يتوقف عم يتسلم لفوج الحدود البري فوج الحدود البري بغري عم بيحطه بين الحدودين وتلقائيا هو بياه بيرجع بلف وبيفوت او بيدفع على مهرب بفوت او بيلقطوه بطرف الثاني وما بعوش اللي بصير وهون فيه سؤال يسأل شو دور قائد الجيش ليه قائد الجيش جزيف عون بهذا الوقت بالتحديد بده يقوم بهذا الخطوة الجيش بيبرر بيقول انه نحن نظاراتنا بطلت الساعة وقوى الامن او الامن العام ما عم يستلموا مننا السوريين وقت اللي عم يوقفهم فتلقائيا ان احنا اخدنا هاد المبادرة انه اي حدا من الاطن احنا ما ما نحطه برات الحدود ولكن هيدا مش دورك انت ما بيحقلك انت لا بدك تروح اصلا تعمل هيدا المداهمات اذا ما كان فيه اي عمليات العلاقة بارهاب او اعمال ارهابية عم تتحضر انت ما شغلتك تروح توقف مروج مخدرات او سارق موتو او نشال هيا شغل القوى الامن الداخلي اه ضبط الامن بداخل البلد اللافت بهذا المشهد انه عم بصير على اعتاب عيد الفطر اه وقت اللي عم تكتر اليوم وامبارح واول امبارح اللي عم بصير انه الجيش عم بيحمل عيال يعني اوقات الوقت اللي يجي يلاقي شخص مخالف وقفوا بمكان معين عم بيروح ياخدوا ياخد عائلته ولاده ومرته بيحملوهن بياخدوهن بيكبوهن على الحدود زموهن شوية اغراض بياخدوهن يوهن بيروحوا بيكبوهن برا اه من دون الاخذ بالاعتبار انه في منهم اللي هو الاشخاص ممكن تكون حياتهم بخطر اه في منظمات دولية في مواثيق اه موء عليها لبنان اه بتمنع انه يصير التعاطي مع اه نازحين قرروا يلجأوا لبلدنا بهذا الطريقة اللي عم بتصير فيها اثنين اه طول عمره من وقت اللي بلشت الازم السورية او فات على لبنان الاف النازحين اه كان وقت ليتوقف اي شخص مخالف سواء عام بعمل امنه او اه دخل خلصي الاراضي اللبنانية كان بتم اي جهاز امني بيوقفه بيسلمه اه بعد ما يطلع حكم من القضاء بخصوصه اه او يكون في قرار القضاء بيسلم للامن العام والامن العام وفق اجراءات محددة بيجي بيعمل اه اه عملية الترحيل بالتنسيق مع الجانب السوري اللي عم بصير هلأ ما فيه تنسيق من اي شكل من الاشكال بيجو بيشلوه من بيته بيشلوه من اي مكان بيلقاطوه فيه هو ومرته وولاده اذا كان مخالف بياخدوه بيكبوه بين الحدودان هالقد عم يعملوه ما بعرف ليه قلة الانسانية قلة هالضمير بالتعاطي مين اللي عطاهم قرار سياسي شو ضو الأخضر اللي اخدوه لحتى يقرروا يفتحوا على حسابهم اذا ما اعتبرين انه نظراتهم ما بتسيع او مراكز التوقيف ما بقت سيع وقوى الامن والامن العام ما عم ياخدوهم منهم ما يتدخلوا ما شغلتهم يروحوا يوقفوهن لحتى يطلعون يقولوا انه احنا ما حد عم ياخدوهم مننا مين كلفك السؤال الاساسي اللي على قيادة الجيش تجاوب عليه مين كلفك وهل هي شغلتك هايدي ومن مين اخدت قرار سياسي وليه عم تعمل هيك بهذا التوقيت بساد